من خلال المتابعة القريبة أو حتى البعيدة لا شك أن كل هذه التحركات هي تحصيل حاصل ولا تثمر شيئا على أرض الواقع والدليل أن حتى الآن لم يتحرك ملف المفاوضات قيدة أنملة ويبدو أن كل الهدف من هذه التحركات هو فقط إضاعة الوقت بانتظار ما ستفرزه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2024 ونتائج الحرب الأوكرانية التي في ضوئها سيترتب وضع عالمي جديد ربما تكون اليمن أحد المكتوين بناره ونحن نحذر من الآن بأن نأخذ في حسباننا ما سيترتب على الأوضاع الدولية القادمة من عام 2024 وما بعد ذلك بدلا من الاكتفاء بالتصريحات وإسقاط الواجب بالدعوات والبناشدات هناك أيضا من يتهم المبعوث الأممي إلى اليمن بالمضي بلا رؤية حقيقية واضحة وخطة من أجل أن يكون لتلك التحركات أثر في إحداث اختراق في القضية اليمنية نحو الحل نعم كما أخبرتك يبدو واضحا أنه ليس هناك نية أو رؤية واضحة لتقود السلام في اليمن نعم كل ما يجري الآن هو تضيئ وقت وعملية التشويق لا أكثر إنما أن هناك حلا موضوعا على المدى المنظور لا يوجد كل ما يجري الآن هو تحركات فقط لإضاعة الوقت بانتظار ما سيحدث